قبيل أيام من اجتماع الحنانة في النجف والذي يهدف إلى تصفير الخلافات والخروج بتسوية لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة خصوم الصدر يعرضون أدلتهم على تزوير الانتخابات أبرزها إرباك في أداء المفوضية وخلل في الأجهزة لم تجرى هذه الانتخابات في الأجواء التي كنا نطمح لها علماً أن التخوف من تزوير الانتخابات لم يكن وليد الصدفة يقول رئيس تحالف الفتح أحد أركان قوى الإطار إن تحالفه كان يأمل أن تجري الانتخابات بأجواء سليمة بعيدة عن التلاعب والتزوير لكنها لم تجري بما كان يطمح إليه لذا فإن تحالفه قدم الطعن للمحكمة الاتحادية ولديه الأدلة التي يراها كافية لإثبات التزوير كنا نخشى ونبين خوفنا وخشيتنا من التلاعب في نتاج الانتخابات ألكترونياً أو ما يعبر عنه بالسبراني أما رئيس كتلة الصادقون النيابية وهي أحدى قوى الإطار فأكد في المؤتمر ذاته استحصال ستة تقارير للشركة الألمانية الفحصة توضح الإشكالات التي رافقت الانتخابات ومنها إخفاق أجهزة الإختراع في التعرف على بصمات الأصابع رغم أن الشركة نفسها أوضحت في التقرير ذاته أن العملية الانتخابية مقبولة في المعايير النسبية بانتظار لقاء النجف المرتقب ما يزال الجميع يطرح أوراقه الضغطة على طاولة الحوار قبيل الجلوس عليها والاعتراف بالانتخابات ونتائجها ثم الذهاب لتشكيل حكومة وإن كانت غير توافقية فإنها ستضم فريقاً من الإطار بحسب المعلومات المسربة التي تحدثت عن بدء طرح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة أسماء سيتم مناقشتها في الحنانة شكراً للمشاهدة